اهلا بكم البداية مع العنوين جلسة تشريعية منتجة على رغم ترحيل قانون استقلالية القضاء الطيار يطلب والقوات تزايد تمديد رفع سرية تسهيلا للتدقيق الجنائي بري يلوم وزير العدل على خلفية ملف المرفأ والأخير يرد شو عرفو شو عم بيصير انتخابية ندائرة البقاع الغربي رشية امتحان جدي للشراكة والوفاق مش أليل لشرب الخليل هذه الليلة مباشرة بعد نشرة الأخبار مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة otv على يوتيوب وحساباتنا على مواقع تواصل تويتر وفيسبوك وانستغرام خارجيا حدثان مرتقبان يحددان صورة العالم في السنوات المقبلة المشهد الأول لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا بعد نجاح المسعى الذي قاده في هذا الخصوص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن يمهد له قريبا لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرجي لافراف وأنتوني بلينكين فهل ينجح اللقاء الحدث في سحب فتي لحرب جديدة يهدد اندلاعها استقرار العالم برمته للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة؟ أما المشهد الثاني المرتقب فعودة الاتفاق النووي بين إيران والغرب إلى الحياة حيث كشفت صحيفة الولستريت جورنل منذ بعض الوقت نقلا عن مسؤولين معنيين بالمفاوضات أن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على الصفقة النووية كاشفة أن التوصل إلى اتفاق ممكن خلال اليومين المقبلين ولو أن الأمر يتوقف راهنا على موافقة إيران على بعض المطالب وفق الصحيفة فهل تتحقق العودة إلى الاتفاق لتحقق معها استقرارا في المنطقة يستفيد منه حتماً لبنان؟ في انتظار الإجابة على السؤالين وعلى الصعيد الداخلي يزداد اهتمام اللبنانيين يوماً بعد يوم بالانتخابات النيابية المقبلة التي باتت ترخي بظلها الثقيل على المسارين التنفيذي والتشريعي في البلاد فإذا كانت انتجية الحكومة قد توقفت عند أقرار الموازنة فانتجية المجلس النيابي كانت لافتة في الجلسة التشريعية اليوم التي أقرت قوانين أساسية ولو أن الناس كانوا ولا يزالون يطلبون أكثر في استقلالية القضاء والكابيتل كونترول وكشف الحسابات والأملاك للعاملين في الشأن العام مع إيجابية تسجيل لناحية تمديد رفع السرية المصرفية تسهيلاً للتدقيق الجنائي بطلب من التيار الوطني الحر وعلى وقع مزايدات بات التقليدية من نواب القوات لكن قبل الدخول في العنوين المطروحة ومنها اليوم تفاصيل الجلسة التشريعية والأوضاع الانتخابية في الدوائر ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 15 أيار المقبل الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين أنه لا مش كلهم يعني كلهم بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكسف من 17-20-1-2019 تذكروا مثلاً وإن كانوا كل الأطراف يلي بلشوا يزيدوا بالإصلاح من سنتين ونص لليوم وإن كانوا من سنة 1992 لما بلش مصار الانحدار الاقتصادي وانرسمت السياسات المالية والنقدية يلي وصلتنا لهون وإن كانوا بعد 2005 لما انفضح الهدر وانكشفت السرقة وتوسقت بكتب وأمام القضاء وما تنسوا أبداً أنه هالأطراف بالتحديد هن يلي غطوا الارتكابات والسياسات الخاطئة من 30 سنة لليوم ومش ممكن أبداً بالتالي أنه يكونوا صادقين بمطالبهم الإصلاحية المستجدية وكل هدفهم من حملاتهم اليومية وشعاراتهم اللماعة أنه ينقصوا كم نايب من تكتل معين حتى يرجعوا يخلقوا كتل نيابي مبعثرة بيسهل التلاعب فيها من قبل المتحكمين الفعليين بالبلد يلي بيسميهم البعض الدولة العميئة ولما تفكروا بالانتخابات حريروا عائلكن وقلبكن من كل المؤسرات والضغوطات وخلوا نظرتكن شاملة وموضوعية وساعة تخبوا مين مبادكن بكل حرية ومسؤولية غير أن بداية النشرة اليوم ليست مع التقارير الإخبارية بل مع شرب الخليل قبيل بث الحلقة الأولى من برنامجه الجديد عبر الـ OTV مش قليل لشرب الخليل الليلة مباشرة بعد نشرة الأخبار استيشار بالمثال خير المثال خير أهلا وسهلا فيك أول برنامج إلك على الـ OTV بعد غياب سنتين تقريبا عن الشاشة هل بتوعد اللبنانيين بمفاجأة؟ المفاجأة إذا بدنا قارن البرمونج مع الماكلة الإعلامية اللي عم تتقدم من هبل الثورة وبالثورة لحلقة مفاجأة لأنه ما رح يشوفه ما تحريد ولا كذب ولا إذكرة ولا حبلية مدفوعة ولا رح يشوفه تحقير ولا رح يشوفه شكهم ولا رح يشوفه قتل المفاهمة اللي تربين عليها ولا رح يشوفه اغتيال فياسي لصخفيات معينة مش قليل رح يكون مفاجأة لأنه رح يحكي الحقائق المتلمئية ومتحطى حدا يقول أو حدا من يوجد يحضر البرنامج يطلع يقول لا شرب الخليل هوني عم يفتري أو شرب الخليل هون عم يحرم أنا عم بحكي الحقائق المتلمئية وأكيد رح تصدو مكتاب رح تكون إي سميدها أكثر أستاذ شربل يقول البعض أنه هذا البرنامج رح يكون مخصص لانتقاد خصوم التيار الوطني الحر وخصوم الرئيس العماد ميشيل عون هل صحيح هذا الأمر مش مخصص لانتقاده أكيد لا بس لأنه كل الإعلام في لبنان تمن قول كله 99% من الإعلام في لبنان مواجه لانتقاد الرئيس العون والتيار ورئيس التيار شبران بسير رح يشوفوا اللبنانية لانتقاد مغيرة الكلية عن الموش ومن هو مخصص لانتقاد خصوم التيار لا هو مخصص لفتح الحقائق والإداءة على قصة ما حدا يحتيان أبدا بالإعلام طيب السيد شربل هل من إشراف سياسة على مضمون البرنامج أكان من التيار الوطني الحر أو من محطة الأوتي في لا هيدا اللي بدي أقوله هلا إنه ما حدا متدخل بمضمون البرنامج ما حدا بيدخل بإعداد البرنامج ما حدا بيعطيني لملاحظات ولا أراء ولا أفكار هيدا البرنامج على عاطقه ومسؤوليكي 100% وأنا ما من النوع اللي بحث خلي حدا أو بسمح لحد يتدخل برامج هاي كل المحطات بيعطوها من 28 سنة إلى هنا شكرا لألك أستاذ شربل خليل على هذا المداخل موفق بالبرنامج الجيد وطبعا ندعو المشاهدين إلى متابعته بعد نشرة الأخبار يوم تشرعي مثمر أنتج قانون منافسة وتسيلا للتدقيق الجنائي فيما رحل قانون استقلالية القضاء مع لطشة سياسية من رئيس مجلس النواب لوزير العدل الذي رد رياضيا عبر الأوتيفي تقرير جوهل بو يونس رغم ترحيل قانون استقلالية القضاء مثمرة كانت جلسة الأونسكو نيابية مع إقرار أحد نجوم الجلسة قانون المنافسة ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الحر هذا الأنون لا يلغي الوكالات الحصرية يلغي حماية الدولة للوكالات الحصرية وهذا شيء كثير معقول وهذا الأنون عصري وهو قريب كثير لكل الأوانين الدولية بحق توازن بين حق المستهلك وبين حق التاجر هذا سيعطينا دفع إجابة كثير كبيرة أيضا بمفاوضاتنا مع صندوق النقد إنجاز كبير اليوم الذي توصلنا له بقوا هؤلاء الثغرتين المادي 5 والمادي 9 من أصل 70 مادي ما في مشكلة سنكمل المواجهة من المنافسة الاقتصادية إلى السياسية القضائية فطلب وزير العدل إرجاء البحث بقانون استقلالية القضاء لم يمر دون لطشة سياسية من رئيس البرلمان لخوري لكن للأخير رد رياضيا رغم إعادة القانون للجنة الإدارة والعدل لو أنك هيك أبا ضاي أمام مجلس القضاء الأعلى قالها رئيس مجلس أنواب لوزير العدل غامزا من قناة وقضية القاضي طارق البطار فأتاه الرد سريعا من الوزير المعني عبر الو تي في شو عم نعمل رياضة؟ تعليق إيه؟ شو عرفوا؟ شو عم بيصير؟ شو هي قصة أنه واحد عبيعمل رياضة وبيعمل سبور؟ كل شي عم ناخد موقف منه بس ما فينا نعلون كل الأمور شو راضين على أدائك بملف القاضي؟ مين؟ مين مش راضي على أدائك؟ أنا بالزمين إذا بتتذكري طلعت تصريح أنه نصف الحلول ليس بحل أنه في أمور بإيد مجلس قابي بإيد الوزير وفي أمور أخرى ليست بيده بها النقطة بالزيد اليوم روحل إلى لجلة الإدارة والعدل استقلالية القضاء مشروع مثل هذا أو اقتراح مثل قانون استقلالية السلطة القضائية ما فينا نمشي فيه بشكل سريع جدا نقطتان أساسيتان أقرتان من خارج جدول الأعمال بعد طلب رئيس لجنة المال والموازنة إدراجهما الأول تمديد مهلة رفع سرية عن مصرف لجنان للتطقيق الجنائي والثاني إقرار الصرف على القاعدة الاثنين عشرية وقفا للفوضى لحين إقرار موازنة الفين واثنين وعشرين تمديد مهلة رفع سرية عن مصرفية علما أن قوات اللبنانية تقول أنه هن اللي طلبوا بهذه النقطة بالنظام أنا طلبت أكيد ووفقت الكتل كلها بما فيها كتلة القوات اللبنانية طلبت برفع المهلة اللي كانت وضعتها بوقت القانون اللي تقدمت في القوات اللبنانية كان مهلة السنة نحن كنا مع مهلة مفتوحة اليوم وفقت لجنة المال والموازنة والإدارة والعدل على فتح المهلة وأنا طلبت بوضعه على جدوى الأعمال وفقت الرئيس بري وفقت الهيئة العامة وأقر معت فيه صغرة مفتوحة المهلة لحين إنهاء العمل بتديق الجنائي بحسابة مصرف المهلة يما طرحتوا أي شيء خاصوا بالميجا سنتر أو إعادة طرح الدائرة لأنه أصلاً ما فيه أنون هلأ مطروح أعتقد أنه فيه شيء مطروح على مستوى مجلس وزراء مثل ما عرفت لأنه ما بده الميجا سنتر أنون ولكن إذا ما صار فيه قرار وزارة بهالمسألة هاي سيكون فيه قانون مثل ما نحن عم نحضر ديرا 16 ممكن تتقدم وترجع باقتراح قانون خلينا نشوف هلأ الأمور وتطوراتها كيف بده تروح على قانون الانتخابات ومن التدقيق الجنائي إلى التربية إذ حضر ملف إدخال بعض الأساتذة المتفرغين إلى ملاك الجامعة اللبنانية على سبيل التسوية نظراً لعرقلة عمل مجلس الوزراء ما استدعى من النائب الياسبو صعب المبادرة وأخذ الكلام طالباً ربط هذه الصلاحية بمجلس الجامعة لا الحكومة أو البرلمان طلبوا بوصعب رد عليه بر بالقول فكرة منيحة قبل أن تستفسر النائب بهي الحريري فتتوضح لها الصورة باعتبار أن الملاك غير التفرغ إلا أن رئيس بر ومنعاً للدخول بأي سجال مرر القانون كما هو علماً أن الجميع بمن فيهم وزير التربية أقروا بأن اقتراح بوصعب هو الحل الأمثل فما كان من النائب الياسبو صعب إلا الاستعداد للتحرك تشريعياً رح اضطر قدم مشروع عنون معجل المكرر بهذا الموضوع ساعتها مجلس الجامعة بيكون صاحب القرار بتثبيت الاستاذ بملاك الجامعة اللبنانية ومش مجلس الوزراء لا لأنه ما في بلد بالعالم ما في بلد بالعالم بديك تروعه على مجلس الوزراء أو على المجلس النيابي لحتى استاذ نكون دخلناه بالتفرغ على الجامعة اللبنانية يعني صار بدوام كامل فول تايم مثل ما بيقولوا ولكن شرط الاكاديمي الباقي عنده هالسنتين ما نرجع مجلس الوزراء وعلى المجلس النيابي لحتى نعطيه هيدا الحق هيدا معيب اليوم بالعصر اللي نحن فيه انه نشوف الجامعة اللبنانية مكبلين لإيديا بهالشكل وفيما لم يلقى اقتراح نقبل العبدالله بما يتعلق بالأمن الصحي لموظفي القطاع العام صدا تشريعيا سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات للأسف لا بيتحسس الأكترية على هذا الموضوع داش فيه معاناة للموظفين والأسازة وعراس القوى الأبدالي الاقتراح كان مقدم لإمكانية استعمال إخراج الأيد بالخارج أنا واحد من الناس كان اقتراحي أن نحوله كمان إلى الداخل لأنه كلنا منعرف اليوم أنه إمكانية يعمل المواطن بطاعة هوية شبه مستحيلة وإمكانية اليوم يعمل المواطن باسفور مستحيلة كليا وبانتظار الجلسة المقبلة فلا جلسة ثلاثة بعدما رفع بري جلسة الاثنين قبل فقدان النصاب إنجاز التربوي تعليمي يسجل لمجلس النواب الذي نجح بإقرار اقتراح القانون الذي كان عمل عليه منذ سنوات عضو تكتل لبنان القوي أن أبن أولى الصحنوي والقادي بإدخال مادة البرمجة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي إلى مناهج التعليم العام مقبل الجامعي هذا القانون بينقل لبنان بيصير بأول الدول بالعالم عم بيعمل ثورة تكنولوجية بالمناهج الرسمية هذا شو بيعني؟ بيعني أنه أجيال من اللبنانية اللي اليوم عم بيطلعوا عم بيتخرجوا وعم بيفتشوا على فرص العمل بيكونوا جاهزين على التحديات سوق العمل العالمي يلي اليوم ما منلقي ولا شخص مخرج وبيعرف بالكودينج وبيعرف بالبرمجة ما عم بيلاقي شغل لبل هيدا الشخص بيبدر يبقى من لبنان عم بيصدر طاقته لبرة بدون ما يترك بلده وعائلته لبل هيدا الشخص عم بيقبض مصاري بالفرش وبالعملات الصعبة فمبروك للأجيال القادمة أظن هيدا إنجاز هيدا شو ما يصير بالبلد من أزمات اقتصادية ومن تحول بالنسبة لكل شي عم بيصير حولينا ولكن هيدا حجرة سابتة بتتخول أنه لبنان يفوت على الاقتصاد العالمي الجديد ويكون منتج فيه ويكون له محل فيه ما هو مضمون القانون المذكور في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تربويا أيضا سحب اقتراح القانون الذي كان عرضه عضو تكتل لبنان القوي وعضو لجنة التربية النائب إدغار ترابلسي والمتعلق بتعليق أو تجميد العمل بالقانون 515 متعلق بالموازنات المدرسية والذي كان سيظلم ألاف العائلات والأساتذة اليوم لما نوصل النقاش إلى هذا البند عيش معالي الوزير مشكورا نشكر الله على الوزير الحلبي طلب من دولة الرئيس بري أنه ينسحب الاقتراح يلي كان بده يظلم 350 ألف عائلة و60 ألف أستاذ برفع السقوف يلي بترفع الأقصاد بلا حدود وبلا رقابي والسيدي بهية صاحبة الاقتراح سحبته أنا كنت اعترضت بالنظام ولكن وصلنا إلى نتيجة ودولة الرئيس بري وافق مع أنه لازم هيدا يتناقش وافق دولة الرئيس وأعطى مهلي الوزير طالب ب15 يوم وتم التوافق على 15 يوم يجي اقتراح آنون عادل في عنا اقتراحات صحيحة بعد 15 يوم نرجع من نتقدم فيها بيتقدم فيها مع الوزير بعد ما نجتمع بليجن التربية معه وبيكون في اقتراح بسهل الأمور ما بعقدها ولكن ما بيتبح الأهل انتخابيا دائرة البقاع الغربي رشية هل يتنافس حلفاء الأمس على لائحتين لحصد أكبر عدد من المقاعد التفاصيل في تقرير جورج عبود دائرة البقاع الثانية أي البقاع الغربي رشية هي دائرة المزاييك السياسي المتداخل مع الفعاليات العائلية بالمنطقة دائرة البقاع الثانية من الدواير يلي بتتأثر بشكل مباشر بتدعيات انسحاب طيار المستقبل من الحياة السياسية كونه صاحب قاعدة شعبية كبيرة بتفرضه لاعب أساسي بالبقاع الغربي رشية بالبقاع الثانية ست ما قاعد بتتوزع على الشكل التالي اثنين للصنة واحد شيعي واحد مارونة واحد روم أورتودوكس وواحد درزي بدايرة البقاع الانتخابية الثانية نص النخبين تقريبا هن من الصنة أي قرابة 48.8% لدروز بشكله 14.8% من النخبين 14.7% من الشيعة 7.42% من الروم الكاتوليك و7.22% من الموارنة أما الروم الأورتودوكس ف7.16% بانتخابات العام 2018 بلغ عدد النخبين بالبقاع الغربي ورشية 147.508 اقترع من بينهم 68.227 وبلغت نسبة الاقتراع بدايرة البقاع الثانية 47.50% أما الحاصل الانتخابة ف11.080 بهيد الديرة نافست ثلاث لويح هي المستقبل للبقاع الغربي ورشية الغد الأفضل والمجتمع المدني حيث وصلت ليحتان فقط للحاصل الانتخابة وتقاصمت المقاعد ليحة الغد الأفضل وهي تحالف عبد الرحيم مراد مع السناء الشيعي وتحديدا حركة أمل نالت 32.578 صوت فحصدت ثلاث مقاعد حيث حل عبد الرحمن مراد الأول سنيا بنيله 15.111 صوت تفضيلة وفاس كل من عبد الرحيم مراد عن المقعد السناء محمد نصر الله عن المقعد الشيعي إليل فرزلي عن مقعد الروم الأرتودوكس ليحة المستقبل للبقاع الغربي ورشية وهي تحالف طيار المستقبل مع الحزب التقدم الاشتراكي نالت 31.817 صوت فحصدت ثلاث مقاعد أيضا لكل من محمد أرعاوي عن المقعد السناء واقل أبو فعور عن المقعد الدرزة آنري شديد عن المقعد المرونة ما جديد تطورات التحضيرات للانتخابات النيابية لعام 2022 في حين أن الأسماء معروفة وشبه جاهزة بهيد الديرة مع بعض التعديلات الطفيفة وهي ترشح حسن مراد مكان والده عبد الرحمن عن المقعد السناء وطارق الداود مكان شقيقه فيصل الداود عن المقعد الدرزة وقبلين قبلين بدلا من محمد نصر الله عن المقعد الشيعي المعضي اللي تكمن بحلحلة بعض العقد تسهيلا لمهمة الوصول لتحلوفات بالخط العريض بيظل الحديث عن إمكانية تحالف بين حزب الاتحاد أي آل مراد وحركة أمل بالإضافة لآل الداود بيسأل مراقبين حول انضمام الطيار الوطني الحر للحلف خاصة بعد إشكالية الأخير مع المرشح النايب إليل فرزلي أضف إلى العلاقة المتوترة بين حركة أمل أيضا والطيار الوطني الحر وهون بتسأل مصادر مطلعة هل رح يلجأ الحلفاء لتشكيل ليحة موحدة أم ليحتان بمحاولة لحصد العدد الأكبر من المقاعد على المقلب الآخر ما هو مصير الحزب التقدم الاشتراكي بعد فقدين حليفه الأساسي أي طيار المستقبل فهل رح يستطيع النايب محمد الإرعاوي من شد العصب السنة واستقطاب الأصوات السنية المشتتة بعد انسحاب الطيار الأزرع علما أنه جومبلاط بيعتبر نفسه محاصر انتخابيا ويرى أنه خصومه عم بيحاوله سلب المقعد الدرزي بهيد الديرة من واقل أبو فعور حيث عم بيروج الأخير لهيد النظرية بمجال سود ديقة متابعين قللوا من أهمية حراك المجتمع المدني بهيد الديرة فتشكيل ليحة هو من باب تسجيل الموقف لا أكتر ولا أقل فنتيجة انتخابات العام 2018 بتشير بوضوح إلى أنه ليحة الحراك نالت 1546 صوت فقط فيما الحاصل بلغ حين 11 ألف وبالتالي الفارق شاسع فاصل الأول نواصل بعده النشرة عودة لمتابعة النشرة ردت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الطلب الموجه إلى الرئاسة من قبل مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وأشارت في بيان إلى أن المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من أسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الإفساح عنها راهنا وأضف البيان بأن الأعمال المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة تحاط بالسرية لحفظ الأمن القومي لألا ينفذ العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه في وجه لبنان إلى ذلك أوضح مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية اللا صحة للإدعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 ألاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بقانون الدولار الطالبي والصحيح أن الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغارات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون وأشار مكتب الأعلام إلى أن من بين الثغارات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأمريكي في وقت من لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعميم ومنصات أدت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأمريكي بالنسبة إلى الليرة وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو أوليائهم إذ كيف يمكن لأي مصرف أن يدفع مالا لمن لا ودائع لهم فيه وأكد مكتب الأعلام أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدة مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية وفي قصر بعبدة أيضا استقبل الرئيس عون وزير الدفاع موريس سليم وأجر معه جولة أفق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد والمستجدات السياسية وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع زار المدير العام لمصر في الإسكان أنتوان حبيب رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر لمتابعة تنفيذ القرد الممنوح من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشكر حبيب في المناسبة رئيس دولة الكويت الأمير الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ودولة الكويت ومجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسه مديره العام بدر محمد السعد لدعمهم الدائم والمتواصل للمشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان ولا سيما المشاريع الإسكانية تشرفت اليوم بلقاء رئيس مجلس الإنماء والأعمار المهندس الصديق نبيل عدنان الجسر وذلك لمتابعة تنفيذ القرد الممنوح من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كون الرئيس الجسر هو من وقع اتفاقية القرد عام 2019 ممثلا الدولة اللبنانية كما أن مجلس الإنماء والأعمار يتابع تنفيذ هذه الاتفاقية بالتنصيق مع مصرف لبنان ومصرف الإسكان وقد علمنا الرئيس الجسر أنه أرسل منذ 14 شهر طريبا كل المساندات المطلوبة من قبل الصندوق العربي لاستكمال الملف ولم يتلقى أي جواب حتى الآن بناء على ذلك سنتابع هذا الموضوع مع الإستجسر ونتواصل إياه مع الصندوق العربي من أجل تحريك هذا الملف في أسرع وقت إذ أن وخاصة أن هذا القرد هو بفائدة ثابتة 2% على مدى 30 عاما نحن جاهزون فور السلام هذا القرد للبدء بمنح الكروض السكنية لزويد دخل المحدود والمتوسط كما ورد في نص اتفاقية الكرد مع الإشارة أن الرئيس الجسر هو محافظ الصندوق العربي لاستثمار الاقتصادي والاجتماعي وقد سبق ووقع مع الصندوق كرودة مالية عدة وتم تنفيذها على أكمل وجه فاصل ثاني نواصل بعده النشرة من الأوتي في نواصل نشرة الأخبار أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجيل أفروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في جناف الخميس في وقت تزداد فيه حدة التوترات في ظل المخاوف من غزب روسي محتمل لأوكرانيا وقال لفروف خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للكراملين إنه تحدث مع بلينكين عن مطالب روسيا الأمنية وسيعقد وإياه اجتماعا آخر في 24 شباط في جناف إلى ذلك كشفت الخارجية الفرنسية عن لقاء لفروف ولودريان نهار الجمعة في باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قمة بين الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي بايدن حول أوكرانيا ممكنة لكن على بوتين أن يتخذ قراره لعقدها وقال قصر الإليزي بعد سلسلة محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون ونظيريه من الممكن اليوم التوجه نحو عقد قمة وجمع الأطراف المعنية مشيرا إلى أن الوضع لا يزال خطيرا جدا ولفتت الرئاسة أيضا إلى أن الأمر متروك للروس والأمريكيين للاتفاق على شروط القمة لكن الكراملن اعتبر من السابق لأوانه التحدث عن قمة مماثلة ما يضعف الأمال التي أثارها الأعلان الفرنسي عن نزع فتي لخطر غزو أوكرانيا أفادت وكالة نوفوست الروسية بوقوع انفجارات عدة في امتقة مطار مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا وذكرت الوكالة بحسب مراسلها في المدينة أن منطقة المطار تتعرض لقصف مدفعي إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة تفتيش حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف وعلى الأثر نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزا حدوديا روسيا واصفا تصريحات موسكو بأنها معلومات مضللة ويأتي ذلك في ظل توطر متصاعد بين روسيا والغرب حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا هنأ الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني الإيرانيين لتأهلهم لكأس العالم ودعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحضور المباريات خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد توقيع اتفاقية عدة آملا في أن تحقق هذه القمة أهدافها بدوره أكد رئيسي اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاركة في اجتماع جمعية الدول المصدرة للغاز وأشار الرئيس الإيراني إلى سعي الجمهورية الإسلامية في تقوية وتعزيز العلاقات الإقليمية في إطار سياسة الجوار وتحويل العلاقات الإقليمية في اتجاه التفاعل والتعاون والتقارب والآن إلى فقرة الرياضة بعد تنظيم كافة بطولاته خلال كانون التاني وإيامه بتوسع تقاعد بطولاته الكائنة تحت مدرجات مدينة كاميل شمعون الرياضية خلال أسبوعين كان الاتحاد اللبناني للبوكس على موعد جديد واستثنائي مع تنظيم بطولة لبنان للسيدات للدرجة التانية يلي أقام بحضور وإشراف رئيس الاتحاد المهندس محمود الحطاب ونائبه المحامي محمد الخليلة وأعضاء الاتحاد ورئيسة اللجنة النسائية مدربة منتخب لبنان للسيدات جوليا أبلاوي شارك بالبطولة لعبات من 8 أندية اتحادية هن شوغن، الفجر، تيتانيوم، الدفاع، البشارة، الفطوة الشرقية، الكرامة ومسي أس بالنتائج الفنية حل نادي شوغن بالمركز الأول، تلين نادي أمسي أس، وتيتانيوم بالمركز الثالث الفائزات بمختلف الأوزان كانوا تحت 48 كيلو ليا سوزمانيا من نادي شوغن، تحت 52 كيلو عبير طويل من شوغن، تحت 54 كيلو زينة خطون من نادي شوغن، تحت 57 كيلو ريانة خلف من شوغن، تحت 63 كيلو عائشة زينو من تيتانيوم، وزن تحت 66 كيلو مايا كلاش من نادي شوغن، وزن تحت 70 كيلو غنا جبر من نادي شوغن، وزن تحت 75 كيلو مريم خشاب من نادي شوغن اما بفئة الشبيت وبوزن تحت 57 كيلو فربحة مريم عطية من نادي ام سي اس بفئة الناشئات بوزن تحت 54 كيلو مريم نويري من ام سي اس ووزن تحت 52 كيلو ريمة حلاج من ام سي اس بالختم سلام الحطاب كيس المركز الاول لقب لاوي عن نادي شوغن باجوة احتفالية قلب الحرية صيدة حامر اللقب تأخروا قدم مضيفه جونية 04 لفوز 54 بالمرحلة الثالثة من سوداسية الاندية الاوائل لبطولة لبنان للفوتسال بالمباراة اللي جمعتهم بقاعة سيدة الويزي سجل لجونية عيسى محرز هدفين ماريو ابو جودي هدفين بينما سجل للحرية علي هاشم هدفين داني الخوري خطأ بمرميم حمد حمود وحسن زيتون على ملعب المركز العالي للرياضة العسكرية الجيش ربح الشويفات خمسة واحد سجلوا للربحان محمد ابيس هدفين احمد زريق محمد عثمان ومحمد الحاج بينما سجل هدف الشويفات الوحيد غسان عز الدين على ملعب ميس الجبل حمين الفوء ربح الجنوب الرياضي ثمانة ثلاثة سجلوا للربحان هيسم عطوي علي ظاهر حسن عليمي هدفين مصطفى صرحان مجد حموش علي الزينات وهدي خليل خطأ بمرمي بينما سجل للجنوب عحسين ابراهيم هدفين وباسل غساني بمباريات الدورة السوداسية للاندي الاواخر ربح ترابلوس الفيحاء على عندئة خمسة اتنين على ملعب جامعة المدينة بترابلوس سجل لترابلوس جاد يمين ماريو الحايك هدفين ويليام الليبيين وباسل صلاح الدين بينما سجل لعندئة جوزيف ضو وانطوني المزرعاني على نفس الملعب فريق مؤسسة الربيع ربح على شدرة تمانة ستة سجل للربحان علي حيدر اربع اهداف ياسر سليمين براهيم علام هدفين وقاسم محمود بينما سجل للخسران خليل ملحم بشار دندل هدفين اسامة عمر هدفين وبدر بكير وعلى ملعب الست شبيبة النهضة شويفيت ربح المشعل بدنيل سبعة ثلاثة سجل للنهضة علي ضيا هدفين عباس سعادة محمود شاب ونجم لاعب وعلي سعادة بينما سجل للمشعل حسن الحاج سليمين حيدر ياسبك احمد وفيه سليمين الحرية بيتصدر سوداسية الاوائل بينما صار ترابلوس الفيحة عم بيتصدر سوداسية الاواخر صفحة الاحوال الجوية مع نيرمين قربان بشارة مساء الخير منطقة من الضغط الجوية المرتفعة عم بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بيستمر حتى ليل الأربعة بحيث بيتأثر تدريجيا بمنخفض جوية مصحوب بكتال هوائية بردة ومتساقطات بين الخميس والسبت إذن لبكرة جاءونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا نبدأ من شمال وعكار عم تسجل 16 درجة ترابلس 16 درجة العاصمة بيروت وصورة عم بسجله 20 ننتقل إلى بعالباك اللي عم بتسجل 14 اللقلق 7 درجة تزحل 15 وجزين 16 درجة نسبة رطوبة ساحلة متوصل للـ 70% الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعة بين 10 و 30 كم بالساعة أمحى البحر فمنخفض ارتفاع الموج إذن شو الأجوال بانتظارنا للأيام القادمة للـ 3 جونا غائم جزئيا بصحب مرتفعة مع ارتفاع إضافة طفيف بدرجات الحرارة للـ 20 درجة ساحلا للـ 4 جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بصحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلاتها الموسمية مترفقة بانخفاض بنسبة الرطوبة كما بتنشط الرياح ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 22 درجة للـ 5 والجمعة جونا غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وامطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بتبدأ السلوش بتساقط على ارتفاع الـ 2000 متر وما فوق نهارا للخميس وبينحضر مستوى تساقطة ليلا لتلامس الـ 1600 متر وما دون لنهار الجمعة أما درجات الحرارة فبتسجل 16 درجة لنهار الخميس ساحلا و14 درجة لنهار الجمعة وصلنا إلى اختان صفحة الأحوال الجوية للليلة لقوني بكرة بنشرة جيدة وبذات الوقت تصبحوا على خير مع هذا الخبر نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر انستجرام فيسبوك وتويتر شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء وابقوا الآن مع برنامج مش أليل لشرب الخليل في حلقته الأولى